بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج ووصلنا إلى قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا السورة كما ابتدأت في الكلام عن الكافرين وعن استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن تأخر العذاب الذي توعدهم الله به عن طريق سؤال العذاب عن طريق الاستهزاء ولذلك كانت السورة منصبة على تصبير النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر على ما يقع من الكافرين وما يجد من غلظتهم وما يجد من استهزائهم به صلى الله عليه وسلم ففي قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا الصبر معروف والصبر مر كما يقولون والصبر شديد ولذلك نجد أنه جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأفضل عبارة فاصبر صبرا جميلا ليس صبرا عاديا وليس صبرا معتادا للناس إنما صبر جميل ولذلك إذا لاحظنا أنه ما جاء من توصيات من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصبر الجميل وكذلك قال وإن ساعة لآتيه فاصفح الصفحة الجميل أيضا جاءت للنبي أيضا صفحة جميل والصبر الجميل وجاءت أيضا في سورة المزمل وهجرهم هجرا جميلا ولاحظ أي جمالية هذه عندما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر الجميل والصفحة الجميل والهجر الجميل فكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصنع معهم إلا محاسن الأخلاق ولذلك من ذكر كابن زيد مثلا والكلبي قالوا أن هذه الآية نزلت قبل آية السيف قبل أن تأتي آية السيف وتأمر النبي بقتالهم ولكن الإمام الطبري قال ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر من محاسن الأخلاق ثم نسخ فإن الصبر الجميل كان مأمورا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بقتالهم وبعد الأمر بقتالهم فهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفك عنه صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق الجميل ولذلك جاءت فاصبر صبرا جميلا وهجرهم هجرا جميلا واصفح الصفح الجميل واختلف أهل التفسير في قضية على ماذا أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر على أي شيء أمره بالصبر قالوا إما أن يكون فاصبر صبرا جميلا على ما اتهموك به من قولهم شاعر وقولهم ساحر وقولهم مجنون وقولهم كاهن حاش النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالصبر على مقالتهم هذه وإن كانت مؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أمره بالصبر على مقالتهم هذه ومنهم من قال من أهل التفسير أنه أمرهم بالصبر على كفرهم والمطاولة في انتظار إيمانهم لأن النبي صحيح أن النبي هو هادي ولكن الهداية الحقيقية والنبي هادي هداية إعلام وإرشاد وبيان للطريق أما هداية ميل القلوب فهي من الله فأمره بالصبر الجميل عليهم حتى يقضي الله فيهم ما علم من أمرهم في سابق علمه منهم سيكونوا مؤمنا من يكونوا مؤمنا ومنهم من سيكونوا كافرا ولذلك جاءت فاصبر صبرا جميلا واختلف العلماء في ما المراد بالصبر الجميل فذهبوا إلى أقوال فمنهم من قال على أنه الصبر الجميل كما قاله مجاهد وذكره القرطبي وذكره الرازي وذكره يعني جمعك بالمفسرين كالشربيني وأبو سعود العمادي وغيرهم قالوا أنه أمره الصبر الجميل قالوا الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله الصبر الذي لا شكوى معه لغير الله كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإن كان هناك التفاتة ذكرها أهل التفسير ذكرها النسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان قال أن رجل لقي يعقوب عليه السلام بعد فقدان يوسف عليه السلام فوجده قد شاخ ويعني أثر عليه الحزن وقال كيف حالك يا إسحاق قال لست بإسحاق إنما أنا يعقوب قال فما الذي جرى لك يعني تغير حالك وتغير شكلك قال والله لقد فقدت ولدي يوسف فما زلت أنا في حزن عليه وبكاء عليه يعني إلى الآن قال فلما ذهب نزل جبريل عليه السلام فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أتشكوني لخلقي ثم أمره الله بأنه لا يبث حزنه ولا يبث شكواه إلا إليه وإذاك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وذلك حتى سيدنا يعقوب لما أصيب بثاجعة يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إذن جمالية الصبر هذه موجودة مع الأنبياء ولكن جاءت بحجد كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل حتى في الهجر حتى في الهجر كان مأمورا صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل وسنتكلم عنها إن شاء الله عندما نصل تلك الآية قال فصبر صبرا جميلة فقالوا يعني صبر الذي كما قال مجاهد لا شكوى معه وقيل أيضا في الأقوال التفاسير قيل صبر لا جزع فيه لأنه لا شكوى باللسان والجزع ربما يظهر في البدن أي لا يظهر عليه أنه منهار أو أنه يعني حصل له شيء فهذا أيضا من الصبر وقيل الصبر كما قال ابن بحر محمد بن بحر الأصفهاني قال الصبر الجميل هو الصبر أنه لا يدرى من القوم من الذي وقعت عليه المصيبة إن جاءوا إلى القوم فبينهم مصاب القادم لا يرى ولا يعلم من هو الذي وقعت عليه المصيبة هذا شكل من أشكال الصبر الجميل ويعني ذكروا أيضا الصبر الجميل قالوا الصبر الذي فيه إمهال من غير استعجال يعني صبر بإمهال من غير استعجال أنه لا تستعجل عليهم يا محمد وبعد أن ذكر هذه الأقوال أيضا القرطبي قال والمعنى متقارف فيها كلها يدل على حسن الصبر وحسن التعامل مع ما يوقع الله على العبد لذلك يعني قضية الصبر الجميل التي يعني أوصل الله أو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها يعني قال ابن عاشور قال لأنه أذى المشركين كثير وأساليبهم في إذاء النبي كثيرة وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بالصبر والتمسك بالخلق العظيم مع ما كانوا يفعلونه به ولذلك حتى عندما كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون وهذا كان من الصبر الجميل الذي لا يستطيعه إنسان إلا من أعانه الله على هذا الصبر كما يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شك أن الله أعانه على هذا الصبر في تحمل المشركين وأذى المشركين وحتى أنا مرات كنت أقول يعني لو لم تكن للنبي معجزة إلا إيمان العرب بعض الأعراب الذين جاءوا فكانوا يعني فيهم غلظة وفيهم شدة فيمسك النبي من عباءته أو يتعامل مع النبي بشدة أو يتكلم معه بقسوة إيمان هؤلاء إيمان هؤلاء بعض الأعراب الغلاظ الجفات إيمانهم هو حداتهم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم على صبره العظيم كيف كانوا يتعامل معهم ومواقف السنة كثيرة والسيرة كثيرة جدا في مواقف صبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وصبر النبي عليه السلام حتى مع المؤمنين الذين تكون هكذا طبيعتهم طبيعة الغلظة والشدة وهذا كان موجود وحتى كان الصحابة رضو الله تعالى عليهم يتأذون من ذلك مما يرون من غلظة تعامل بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هكذا هو خلق النبي الذي قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم قال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا هنا إنهم من المقصود بالضمير يعود على من إنهم على الكاثرين على الكاثرين إنهم يرونه يرونه بعيدا أي أنه لا يصدقون به ولا يتوقعونه ولا يؤمنون به لأنه من رأى شيء علمه عندما نقول يعني مثلا يقول أهل التفسير مثلا يقول المسألة هذه يراها الشافعي كذا أي يعلمها أي يرونه بعيدا ويعلمونه بعيدا أي أنه لا يصدقون به فإن البعيد الذي لا يقبل العقل وقوعه حتى إذا نظرت رجلا وتكلم بكلام فتقول له هذا كلام بعيد أي أنه لا يمكن أن يقبل أو لا يمكن أن يكون له يعني واقع أو يكون له قرب من المسألة قال إنهم يرونه يرونه والضمير في يرونه يعود إلى من قالوا يعود إلى العذاب أي عذاب هذا العلماء قدروا في علماء التفسير قدروا يعني تقديرات في قضية يرونه بعيدا قالوا إما أنه يرون يرون العذاب الذي سأله النظر بن الحارث كما قلنا عندما قال تعالى سأل سأل بعذاب واقع أن نظر بن الحارث رأى نزول العذاب عليهم بعيدا وإما أنه يرونه بعيدا على أنه اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة يرونه بعيدا محال أن يقع أن يكون يوم مقداره خمسين ألف سنة كما خوفهم الله سبحانه وتعالى بذلك فكانوا يرونه بعيدا أن يرون أن هذا اليوم لا يمكن أن يقع فهو محال في عقولهم على قدرة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة والله سبحانه وتعالى ليس عنده شيء محال يعني ليس هناك أمر صعب أن يكون اليوم مقداره خمسين ألف سنة أو يكون أقل أو يكون أكثر هذا على قدرته وعلى علمه ولكنه خص هذا اليوم بأن يكون خمسين ألف سنة فهم يرونه بعيدا أي لا يمكن أن يقع هذا اليوم أو منهم من قال من أهل التفسير أنه يرونه بعيدا والبعث والنشور ونحن قلنا أنه السورة المكية كلها تدور في فلك البعث والنشور والحشر لذلك قضية أنه يرونه بعيدا أي أنه يرون الحشر والبعث والنشور يرونه بعيدا فهذا يعني على معنى أنهم لا يصدقون به ولا يعني يقبلونه بعقولهم لذلك قال أهل التفسير ما الداعي للعرب أنه يرون هذا الأمر بعيدا قال لأن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بنعمه وطمرهم بأفضاله ويرون أن مسالمة العرب لهم وما يرونه من حاجة العرب إليهم فكانت قريش تسير قوافلها لا يتعدى عليها أحد ولا يعني يخرج عليها قاطع طريق وإن علموا أنها قافلة قريش خلية لها الطريق وكانت لها للقريش مكانة ومهابة بين العرب فإن يعني وقعوا في خصومة حكموا أهل قريش هم أهل الله وأهل البيت وهم أهل الحرم فكانت مكانة قريش عند الناس هذه كانت جزء مما جعلت بعض صناديد قريش وكفار قريش يرون الأمر بعيد فيقولون أنه لو لم نكن أهل الله ولو لم نكن أن نحن أهل البيت والله راضي عننا لما أعطانا هذه المقام أعطانا هذا المقام وأعطانا هذه القيمة بين العرب فتجارتنا تسير بأمان ووفودنا أينما ذهبت يرحب بها وكانت لقريش علاقة مع الملوك يعني ملك الحبشة وغير ذلك من ملوك الأرض كانت لهم علاقة فهذه كلها جعلت لهم هيبة مما جعل لها ذلك طغيانا عندهم في استعجال أو عفوا في استبعاد العذاب الذي سيقع عليهم لذلك كانوا يرونه بعيدا يرون العذاب بعيدا أنه لا يقع عليهم لأنه لو كانوا على غير ذلك لأوقع الله عليهم العذاب فكانوا يرونه بعيدا وهذا يعني كما كنت دائما أقول يعني احتياد النعم يقتل الشكر إن من اعتاد نعم كثيرة يقتل شكرها لذلك على الإنسان أن دائما يغاير أو أن ينظر إلى النعم لا ينظر فقط إلى النعم المفقودة فينسى شكر الله إنما ينظر إلى النعم الموجودة إذا نظرت دائما إلى النعم المفقودة دائما تحس نفسك أنك تشعر في نفسك أنك في نقص من فضل الله ومن رحمة الله ولكن دائما إذا نظرت إلى ما عندك من نعم وما أعطاك الله وما أغمرك من فضله ونعمته ورحمته فسترى أنك يعني في بحر من نعم الله وذلك قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله على العباد كثيرة ولكن كان كفار قريش يعني اتخذوا من هذه النعمة التي أنعمها الله عليهم في تجارتهم وفي مقامهم وفي يعني سلوكهم المسالك في التجارة والسفر والذهاب والإياب بين العرب كانت لهم مقامة عظمى جعلتهم في طويان وجعلتهم في نسيان أمر الله وأن هذا الأمر ما كان إلا بفضل الله وبرحمته قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال الذي يرى الأمر قريب فهو واقع فكل قريب آت لأنه هو أمر واقع كما قال تعالى يعني سأل سأل بعذاب واقع هو الأمر واقع لكن سأل لتأخره وقد ذكرنا مثل هذا في أول الحلقات في سورة المعارج عندما قلنا هذه الآية تشبه قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله لأنه الاستعجال يدل على عدم الوقوع وأتى في الفعل الماضي دل على الإتيان أي أنه في علم الله قد أتى ولكن انطباق العلم على الواقع يحتاج إلى تقدير من الله قد قدر ذلك أن يكون فقال أتى أمر الله فلا تستعجله وكذلك هنا قال يعني سأل سأل بعذاب واقع والعذاب هو واقع لا شك ولكن كان هذا التأخر بعلم الله وبتقدير الله أن يقع ولذلك قال ونراه قريبا لأنه كل قريب آت يعني عندما تعلم أنه فلان سيأتيك يوم فلان ابنك مسافر وسيأتي في اليوم الفلاني فهذا اليوم الفلاني وإن كان هو بعيد في الأيام لكنه قريب لاحتمالية وما ظنة أنه الابن سيأتي في هذا اليوم فهو قريب لعلمك بوقوعه وهذا علمنا علم ضني ليس علم قطعي فكيف بعلم الله علم الله سبحانه وتعالى القديم يعني إخبارا لا صفة كما يعني يذكر أهل العقائد نقول أنه يعني هو قريبا لأن الله يعلم أنه واقع وقد قدر هذا الأمر فهو واقع لا محالة ولكن هذا القريب وصفه الله بأوصاف يعني وصف هذا القرب الذي سيقع فيه هذا اليوم وقلنا أيضا ما هو الذي قريب إما أن يكون القريب هو نزول العذاب بالنظر من حارث وكما وقع في يوم بدر كما ذكرنا وإما أنه القريب ما يحصل المشركين في يوم بدر أيضا كما ذكر أهل التفسير وإما قريب بأنه الخمسين ألف سنة فهي قريبة لأن الزمن يعني ليس هناك زمن على الله سبحانه وتعالى لو قد ذكرنا هذا المعنى في درس ماضي وإما أن يكون القريب هو ما قدره الله من البعث والنشور الذي أنكروه قال ونره قريبا يوم تكون السماء كالمهل وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرب بثلاث صفات يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميمة هذه الأوصاف الثلاثة التي وصف الله بها مقطع من مقاطع يوم القيامة موقف من مواقف يوم القيامة وإلا فمواقف القيامة كثيرة وإذا رجعنا إلى آيات القرآن الكريم لو وجدنا أن القرآن الكريم يعني يعطي في كل سورة موقف من مواقف يوم القيامة قال يوم تكون السماء كالمهل نلاحظ أن القرآن الكريم ذكر عن حالات السماء آيات كثيرة إذا السماء شقت وإذا السماء فطرت وإذا السماء فرجت وإذا السماء كشطت ويوم نطف السماء كطي السجل للكتب وقال فكانت وردة كالدهان وقال يوم تمر السماء مورا وذكر هنا يوم تكون السماء كالمهل ولا تناقضة ولا تعارضة في ذلك يعني ربما بالبعض يقول المور هو الحركة والمهل هو الشيء السائل والانفطار والانشقاق يكون للشيء الصلب والانفراج أيضا يكون للشيء الصلب وقال فتحت السماء فكانت أبواب هذه آية أخرى أيضا وفتح الأبواب يختلف على الانفراج وعلى الانفطار وعلى الانشقاق وقد فصلنا في ذلك في سورة النبأ التي تكلمنا عنها سابقا لكن أنا ذكرت فقط حالات السماء الثمانية التي ذكرها أهل العلم وأهل التفسير قالوا ويوم تكون السماء كالمهل اليوم هنا يعني إما يراد به اليوم الذي يراد به يوم القيامة أو يراد به موقف من مواقف الآخرة وقد يأتي اليوم على معنى الآن أو الحين يعني كما ذكر أهل الأشباه والنظائر قالوا اليوم يأتي بمعاني منها يوم لا مدة له ولا زمن فيه كالأيام التي خلق الله فيها السماء والأرض يعني خلق السماء والأرض في ستة أيام لكن هذه الأيام كم كان مقدارها كم كان وقتها كم كان زمنها هذه لا نعلمها واليوم قد يأتي في القرآن الكريم على اليوم المعروف اللي هو يعني الليل والنهار المعروفان يعني فصيام عدة أيام فهذه الصيام الأيام واليوم والليلة معروفة وقد يأتي اليوم على معنى الحين واللحظة كما في قوله يعني سلام علي يوم ولدت أي حين ولدت يوم تكون السماء أو كالمهل أي حين تكون السماء ذكر من عطية التفاة اللطيفة قال يوم القيامة سمي يوما ولم يسمى ليلة قال لأنه هو اليوم الذي لا ليلة بعده تنتهي الأيام يعني نحن عدنا اليوم النهار وبعده يجي إيش الليل لكن يوم القيامة سيكون في الفجر كما ذكرنا سيكون فجرا فلا ليلة بعده ولذلك سمي يوم القيامة يوما على اعتبار أنه لا ليلة بعده قال يوم تكون السماء كالمهل والسماء قد فصلنا الخول فيها تأتي على معنى الهواء وتأتي على معنى المطر وتأتي على معنى السقف وتأتي على معنى ما علاك كل ما علاك فهو سماء فهو السماء وتأتي على السماء الدنيا والسماء السابعة وقد ذكرنا مثل هذا الكلام في دروس سابقة لكن يعني ذكرنا هذا فقط للتذكير قال يوم تكون السماء أي أذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر لهم ذاك الموقف العظيم العصيب عندما تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل والمهل سنتكلم عن المهل ما هو المقصود بالمهل فقد اختلف أهل التفسير فذهب يعني أكثر التابعين من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد وقتادة وغيرهم أنه المهل هو دردي الزيت هو ماء ثقيل كدردي الزيت دردي الزيت يعني الذي يبقى أسفل الزيت يبقى أسفل الزيت قال دردي الزيت وعكره عكر الزيت ودردي الزيت هو اللي يبقى آخر يعني زيت الزيتون عندما يعني يفضون الأواني التي الإناء الذي هو فيه يبقى في الأسفل شيء مادة ثقيلة لزيجة هذا يسمى عكر الزيت ودردي الزيت وهذا قول تقريبا أكثر التابعين وهو الراجح بين الأقوال وإن كنا سنذكر يعني أيضا أقوال أخرى لكن هذا هو أقوال أكثر التابعين وكذلك يعني أهل اللغة فذهب إلى ذلك أبو عبيدة والأخفش وكذلك ذهب إلى هذا الفراء وذهب إلى هذا أيضا يعني الأزهري ذكر وصاحب الصحاح أيضا ذكر عن أبي عمر بن علاء أيضا ذكر هذا قال وهذا قول أهل اللغة في قضية الزيت أنه المهل هو الزيت الزيت دردي الزيت وعكره وكذلك ورد في حديث أخرجه الإمام الترمذي وإن كان الحديث يعني فيه مقال فيه ضعف لكنه أيضا كان على هذا المعنى أنه لما فسر النبي المهل قال دردي الزيت يقرب إلى الكافر فإذا قربه من وجهه سقط لحم وجهه فإذا شريبه يعني تساقطت أمعاه وهذا كما قال يعني يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة نعم فورد في الحديث هذا أن المهل هو المقصود به كما قلنا دردي الزيت وورد أيضا عن بعض التابعين قال عن الحسن على ما أذكر أنه قال أنه هو ماء أسود ماء أسود فجهنم هكذا يقول فجهنم سوداء شرابها أسود وطعامها أسود وأهلها سود أعاذنا الله وأعاذكم وهذا قريب من قول الله تعالى يعني في أنه شراب يشربون أهل النار من الغساق يعني يشربون من الغساق والغساق يعني كما ذكر جواليغي قال هي كلمة تركية أصلها غساك وهو الشراب الأسود المظلم المنتن وهو قريب من هذا المعنى وورد أيضا عن مجاهد أنه قال المهل هو صديد وقيح أهل النار وهذا أيضا ذكره أبو عبيدة وقال أهل اللغة أيضا هذا مما قاله أهل اللغة مما يطلقه أهل اللغة على هذا المعنى وقيل المهل أيضا يأتي على معنى السم السم أيضا هكذا ورد وقيل المهل أيضا كما ذكر أهل اللغة قالوا أن المهل هو كل معدن من معالي الأرض أذيب من الرصاص والنحاس والفضة وغير ذلك فهذا يسمى مهلا وهذا تقريبا قول أكثر أهل اللغة كما ورد في المعاجم نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته